هل ينتقل مع حضرتكم لخبر آخر والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة بحضور مجموعة من الوزراء كمان بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء بها الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمنقش التطورات الوضع الراهن في مصر أكد مدبولي أن الجميع لاحظ انغفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين اللي فاتوا اللي أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا أننا ما خرجناش من الأزمة وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتابعة يعني أعتقد بما أننا كلها متابعين طبعا استقرار المعدل الأعداد في مصر الحمد لله لكن كمان بنتابع أنه كل الدول العالم كله خايف من الموجة التانية لفيروس كورونا الموجة التانية من المعروف عنها متان أنها بتيجي أصعب من الموجة الأولى أتمنى أننا كلها نحافظ على كل الإجراءات الاحترازية وما فيش غيرها يعني هي دي الحاجة هي دي خط والصد المنيع الوحيد اللي موجود قدامنا ودي الحاجة الوحيدة اللي تقدر يعني نحن نمنع بيها أو نقلل على أقل الإصابة أتمنى أننا كلنا نتازم بالإجراءات الاحترازية على قد ما نقدر وبلاش مهما سمعنا أخبار يعني مباشرة عن وجود لقاح أدوية البروتوكول المتابع أنه يعني بروتوكول ناجع أرجوكم كل هذه أخبار كل الأخبار دي طبعا أخبار مباشرة لكن ما تخلنش أبدا أننا نتخلى عن كل الإجراءات الاحترازية المتابعة ترجمة نانسي قنقر